يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لملاقات المنتخب الكوري الجنوبي يوم غداً وذلك على السادي عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لتصفيات المؤهلة لنهائية كأس العالم 2026 المزيد من التفاصيل في هذا التقرير بينما اكتملت صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداً للمباراة المنتظرة أمام منتخب كوريا الجنوبية غداً أجرى اللعب الدولي موسى التعمري تدريبات منفردة رفقة الجهاز الطبي للنشامة لحمايته من احتمالات تفاقم إصابته وسيلتقي المنتخبان على السادي عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 منتخب النشامة أجرى تدريبه الرسمي عصر اليوم تحت قيادة المدرب جمال سلامي على السادي عمان الدولي في مخاض المنتخب الكوري الجنوبي مرانه الأخير على ذات الملعب وكان جمال سلامي قد أكد على أهمية هذه المباراة التي تشكل فرصة لإثبات قدرات لاعبين نشامة أمام أحد الفرق المرشحة بقوة في هذه التصفيات المدير الفني الذي استلم منصبه قبل أربعة أشهر أكد أن معنويات الفريق وطموحاته مرتفعة وهو مستعد لتحقيق الحلم الذي نبحث عنه بالوصول لكأس العالم وحصد النقاط الثلاث مباراة بكرة إن شاء الله تدخل في إطار الجولة الثانية من تاريخ فيفا مباراة مهمة بالنسبة لنا فرصة لنا أننا نستقبل في الملعب بتاعنا فريق من الفرق المرشحة في هذه المجموعة الفريق الكوري جميع يعرف قوة بتاعه نحن جاهزين معنويات عالية المجموعة متكاملة إن شاء الله نتمنى التوفيق في المباراة دي الأغد إن شاء الله مباراة عند خصوصيتها جوانب الفنية بالنسبة لنا وبالنسبة اللاعبين واضحة نتمنى اليوم التوفيق لأن مباراة دي الأغدن إن شاء الله تعطينا فرصة مهمة للتقدم نحو الحلم الذين نبحث عنه واعتبر سلامي أن مشاركة فريقي الحسين إربد والوحدات في دوري أبطال آسيا قد منحت اللاعبين فرصة الوصول إلى الجاهزية المطلوبة تمهيدا لتهيئة المنتخب الوطني قبل هذه المواجهة الكبرى انطلقت اليوم الأربعاء بطولة كأس الأردني للشباب لكرة القدم تحت سن 12 عاما والتي تقام بمشاركة 12 فريقا وشهدت المباراة تغلب مغير السرحان على الجزيرة بهدفين لهدف في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأردن للشباب وسجل محمد أبو غوري وجاد الشوملي هدفي مغير السرحان فيما أحرز هدف الجزيرة اللاعب يوسف شحروري وتهدف بطولة كأس الأردن للشباب لتوفير منصة تنافسية للاعبين المميزين وذلك لعرض مواهبهم بهدف تطوير مهاراتهم واكتساب خبرة قيمة في المباريات إلى جانب التركيز على تعزيز قيم اللاعب وخلق الروح الرياضية والتنفس الشريف بما يسهم في رفع مستوى كرة القدم للشباب في الأردن والتي من شأنها تحسين المستوى الرياضي